نحو مزيد من العلاقات المتوترة التي تعيشها إيران ودول الاتحاد الأوروبي في الأسابيع الأخيرة بسبب الاتهامات الموجهة إلى طهران بملاحقة معارضيها على الأراضي الأوروبية فضلا عن عدم الالتزام بوقف تجارب الصواريخ الفاليستية فبعد تهديد فرنسا بفرض عقوبات على إيران كالتي سبقتها إليها ألمانيا خرجت طهران عن صمتها مهددة دول أوروبا على لسان المتحدث باسم خارجيتها بطريقة جديدة ومختلفة معها تصريحات وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريا التي هدد فيها طهران بفرض عقوبات قابلها رد سريع من المتحدث الرسمي باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي الذي صرح بأن قدرات إيران الصاروخية غير قابلة للتفاوض كما اتهمت طهران فرنسا بزعزعة استقرار المنطقة مؤكدة أن أي حظر جديد من قبل الدول الأوروبية سيقودها إلى إعادة النظر في تعاملاتها مع هذه الدول وكانت ألمانيا فرضت قبل أيام عقوبات على شركة مهان إير الإيرانية ومنعت طائراتها من الهبوط في مطاراتها وذلك للاشتباه في أن الشركة تستخدم لأغراض عسكرية وإرهابية من قبل الحرس الثوري الإيراني هنا فواز الحدث